محطتنا الأولى لليوم عن أحد مهام قسم بيعتبر من أهم أقسام بأي شركة أو مؤسسة هو قسم الموارد البشرية أو الـ HR اليوم رح نتعرف على كيفية تخطيط الموارد البشرية من حيث تقدير الاحتياجات للمؤسسة من الموظفين يلي بيمتلكوا المهارات والتخصيصات المحددة واختيار أفضل هذه الاحتياجات ضمن ما يسمى عملية التوظيف أكيد كل هدول المواضيع رح نطرحون مع ضفنا لليوم ودرب إدارة الموارد البشرية رواد نعمي صباح الخير رواد صباح النور يسعد صباحكم صباح النشاط صباح النشاط عطوظ يسعد صباحا كيف كنت كيف كنت كيف موركم تمام الحمد لله خلينا بالبداية نحكي عن عملية التوظيف أو المراحل اللي بتمر فيها عملية التوظيف خلينا نقول أربع خطوات إذا نعلخصها هي أول شي بتبلش بتخطيط القوى العاملة المام باور بلان بعدين بتبلش بعملية الاستقطاب اللي هي جذب الموارد البشرية للمؤسسة المطلوبة وجذب المرشحين للمؤهلين بعدين اختيار من هالم المجموعة اللي جذرتها من عملية الاستقطاب ببلش عملية الاختيار وهي إلى عدة طرق وعدة وسائل آخر شي بنتهي بعملية الترحيب بالموظف أو تعريف الموظف أو جلبه للمؤسسة أو بداية التدريب المبدئي يسموها onboarding process يسموها onboarding مثل الشخص اللي يفوته على الطيارة فمنعتبر الشخص كأنه يفوته على المؤسسة اللي بيعدة خطوات لحتى يتعرف على شركته عمله يتعرف على الفريق اللي بيشتغل معه على سياساته إجراءاته قواعد العمل تبعة بتبلش جذب المأنام اللخصة من تخطيط الموارد البشري أو تخطيط القوى العاملة لتنتهي آخر شي بالترحيب والتعريف للموظف بيعمله بيعمله نعم لكن دائما يمكن الـ HR بياخد منحة تاني أو مهنة مغيرة عن المفهوم الحقيقي للموارد البشرية يمكن كمان هذا القسم حتى لو بيكون دارس الموارد البشرية دراسة لأنه بس يسترم هذا المكان وهي بتصير بيشتغل شي مغاير بيصير يمكن مدقق دوام بيلحق البصمة بيشوف الشغل بيعمل فهو بيبتعد كليا عن الموظف وهذا الخطأ الشائع بشكل كتير كبير بين المؤسسات مئة بالمئة لا أول شي إدارة الموارد البشرية هي من وظيفة تخص الـ HR فقط قسم موارد هي وظيفة مشتركة ما بين الموارد البشرية كقسم والمدراء المباشرين للأقسام يعني فيه شي تنفيذي بيقوم فيه المدير وفيه شي أول شي بيحط النظام وقالية العمل لقسم الموارد البشرية اللي عب يصير أنه قسم الموارد البشرية ما عبي يتمكن بطريقة صحب المؤسسات اللي عبي يخليه القسم يعطي الشي اللي بيناسبه وبالتالي بتلاقيever الوارد الشركات specialist اللي لن تطبيق ممارسات الموارد البشرية بصح عندها قلة بالتحفيز عندها أول شي سوب اختيار الموظفين اللي عندها وبالتالي يصير في عنا الكلمة yang من ooh الشخص الغير مناسب في المكان الغير مناسب و بتتكاثر الأخطاء عنها حتى بصير في عندك عدم تطوير القدرات الموظفين وتأهيلهم وتدريبهم وبالتالي حصل القسم الموارد البشرية به تدور بالمؤسسات ونتيجة عدم معرفة بهالدور هذا وعدم معرفة بأسرة ولما نشوف مشاهدات أجنبية في عطوب نقول لجانب قدرين نعملها ما قدرين نعملها معنى في عدة شركات بالبلد منهم قطاع قطاع خاص طبق إدارة الموارد البشرية بسطوب ناجح وقدر يحصد نتائج كتير ممتازة منه خلينا نحكي كيف ممكن يمكان يؤدي واجبه بشكل صحيح قسم الموارد البشرية من خلال كمان عملية التوزيف من خلال اختيار الموظفين ضمن يمكن أدواتهم أو مهاراتهم ومضعهم بالمكان الصحيح تمام هلا أول شيء من بلش مثل ما أنه تخطيط القوى العاملة هلا تخطيط القوى العاملة منه حكر على قسم الموارد البشرية نحنا دورنا كقسم موارد البشرية نيسر هالأمور مع المدراء المباشرين وبالتالي كل مدير خلينا نقول نساعد رايحط ضمن الخطة الموضوعة شو بحاجة لموارد بشرية وفق عدة أدوات مننا تقديرية مننا رياضية وبالتالي آخر شيء منحنا نعرف خلينا نقول عديش العدد المطلوب بعدين منشوف شو المؤهلات المطلوبة بناء احتياجات العمل مننتهي آخر شيء بموضوع أنه أوك نبلش بالاستقطاب أكبر خلط بيصير بعملية الاستقطاب بأن أنا باعتمد وسيلة واحدة ووسيلة تقليدية بتكون نحط مثلا عن علام بالجريدة فقط في عندي عدة وسائل الاستقطاب بتبلش من أول شيء مثلا خلينا نقول التزكية من الموظفين إذا أنا بربط خلينا نقول الموظفين بمكافأة مثلا بقول لهم رشحوا حدا من معرفكن وإذا هذا الحدا مثلا تعين بتأخذ عليه تعين وتجاوز فتح التجربة بتأخذ عليه مكافأة وهنا ساعات الموظف بدي حاول أول شيء الموظف هيجيب حدا بيقدر يتأقلم مع بيئة الشركة وعمله هيجيب حدا هو لأنه بيعرف طبيعة العمل كيف خاصة إذا كان من نفس القسم فهيجيب حدا مؤهل مئة بالمئة والتين حييتحفز هذا الشخص يجيب حدا بيبيض الوش فهنا آخر شيء يقدر يأخذ للمكافأة مثلا في مصدم الاستقطاب هو شبكة العلاقات تبع الشركة كل الشركات عندها شبكة علاقات جدا قوية مثلا يوم أنا بدي شاغر بقسم X إذا أنا بتعامل مع خلينا نقول زبون هذا الزبون قد يكون معارفه أو خلينا نقول شبكة علاقاته بتقدر تجذب لي عدة أشخاص فأنا إذا بحط خبر عنده أو بتتفى معه يجيب لي حدا ممكن هذا الشي يعطي كتير حافز في عندي معارض فرص سوق العمل مثلا بتلاقي الشركات اللي عندها مثلا شواغر بيحاجة لشباب فيئة الجامعات الخارجين الصغار اللي بيكون غالبا الفترة اللي لازم يكون فيها سنتين أو ثلاثة بالعمل ما كتير بيالا فترة طويلة هم بلجن معارض فرص سوق العمل معاصمة الشركات بترجلها طريقة تقليدية إنه خلص أنا بيعتمد مثلا يامن معارف الموظفين يابعتم تحط أعلام بجريدة وهذا الشي جدا قاطع طيب فوت مثلا حاليا في عنا صرعة السوشال ميديا أو الترند تبع السوشال ميديا هاي ترند كتير قوي اللي بيساعدني أنا أني أجذب عن جد الأفراد هلأ مثلا الفيسبوك بيفتح ميزة إنك تعملي بسرش بسيط تعرفي مثلا مين الأشخاص اللي عبيدرسوا كليت الاقتصاد مين الأشخاص عبيدرسوا كليت اعلام أدا تجذب منهم في موقع لسه احترافي أكتر منه اللي لسه شوي شوي عبيفوتوا عليه السوريين هو اللينكتين اللينكتين هو أبو الفيسبوك بزا البزنس أخوه لفيسبوك بزنس فاللينكتين كتير بيساعدني إني حتى أبحث بالشخص وأعرف وين ساكن بالضبط وبالتالي أنا أعرف مثلا بدي أجذب اليوم شخص من دمشق عنده خبرة بمجال مثلا التسويق فأنا قادر عن طريق اللينكتين إبحث عن هذا الشخص وجيبه مثلا في عنا موضوع في شركات مختصة بالتوظيف مثل ما أبدأ أنا ما عندي يقسم موارد بشرية مؤهلة وما عندي يقسم موارد بشرية بالشركة بجلاه الشركات هلأ برجع بقول كمان في بصير شغلة مشكلة تانية بعملية التوظيف هي عملية الاختيار إنه بتصير طبع أنه عن المقابلة حبيت الشخص أو ما حبيته يعني طبع بناءة حدثي الشخصي طب أوكي انتعتدمت عن المقابلات بس في وسائل الاختيار تانية في اختبارات ممكن تعملها خلينا نقول غير اختبارات مثلا الكمبيوتر واختبارات اللغة اللي هي كتير درجة فيك تعمل الاختبار الليه علاقة بالزكاء عبتوظف مثلا مدير لابد يكون هذا المدير مسؤول عن وضع خطة سنوية لازي يكون هذا الشخص بيتمتنع بمعدل زكاء معين أوكي لازم تعمل له اختبارات زكاء في عدة اختبارات زكاء تلاقي على الانترنت في عدة اختبارات طبعا موسوقيتة جدا منخفضة فيك تعتمد عدة مراجع هاي المراجع بتعديك اختبارات بساعدك تعرف الشخص هل عنده قدرة على التفكير المنطقي الخدرة على خلينا نقول قراءة النموذج اللي يدامه اللي حتى يستنتج منه شي وهي شي كتير بيساعد المدير بعملية التخطيط في اختبارات ميور شخصية بتساعد خلينا نقول نختار الشخص عن جد مثل اطعط البزل يعني اذا انتي اخترتي شخص هذا الشخص اجتماعي فانتي بتحطيه مثلا ب علاقات العامة ومعول تحطيه بشخص منعزل وتحطيه بقسم العلاقات العامة لان هذا الشخص ما هيكون فعال وبالتالي هدول الاختبارات صعب الكذب فيهن لانا ممكن مثل ادامك ان انا شخص اجتماعي واو بالمقابلة وتبسطي وتعيني بقسم العلاقات العامة ولكن انا يمكن كون شخص منعزل هاي الاختبارات صعب اكزب فيها الا اذا كنت انا شخص دارس النظريات فانا بس فترة الاختبار بجاوب فبتطلع اجابتي تسعين بالمئة متطابقة مع شخصيتي فانا بعرف سعطيه انت شخص اجتماعي بس اوكي تاع عقسم العلاقات العامة انت شخص مثلا حرك ديناميكي فانا بحطك بمناصم متل خلينا اقول السنسار بالبورصة ومعقول جيب السنسار بالبورصة هيك بارد انها طلعت البورصة نزلت البورصة وقاعدك سفنان سفنان بس خلينا هيك نوضح يمكن ما بعد اللقاء والقبول ويمكن يمكن فرز الموظف للمكان المناسب اللي بلقي بشخصيته هون قديش لازم مدى زمنية لحتى هو خلاص يصير اوكي هذا موظف بالشركة مدى شهر شهرين ثلاثة وشو هنن الخطوات لاتش آر لازم يضل متابعة لحتى انه خلاص هذا هون مكانه الصحيح خلاص بي يعني فينا نتكل عليه بهذه الوظيفة للأسف قانون العمل بيجبرنا بفترة محددة مثل ثلاثة شهور اوكي في شي اسمه نتلك في فترة عملية الترحيب او عملية التعريف كمناها فترة شور بلا راتب مو بلا التجريب ما بيصر ما بينص القانون براتب ولكن الفكرة انه احيانا قتطلب احيانا للموظف انه سبع شهور لحتى يتعلم موظيفته يتعلم كل شيء غيرها خاصة بالمناصب الادارية العليا وخاصة حتى بالمناصب الاشرافية اللي بيجي موظف جديد مو عرفان لحتى يكتشف مشاكل العمل يتعوض على طبيعة العمل يستطيع انتج بده طريبا خلينا نقول وساطية من ثلاثة شهور لستة شهور فهذا الشي بيحاجة لوقت فهون بيجي قسم الموارد البشرية لازم يخطط مع المدير هذه العملية اللي لنا اسمها الامبوردينج او عملية الترحيب عملية التعريف لازم يخططها بمراحله بمراحل انه يتعرف الشخص على بيت العمل تبع الشركة ككل من انظمته سياساته اجراءاته افكاره عاداته نظام العمل ككل بعدين مثلا يتعرف على عمله يتم شرحة توصيف الوظيفي له بطريقة صح تدريبه على عمله وعلى رأس عمله بطريقة مناسبة يتابعوا مديره للاسف اللي بصير انه بيتعين الموظف المدير خلاص تعين بيتركه خلاص هو بيعرف شغلته لحاله لا انا شخص جاي غريب خيروه متل الولد عبيمشي الولد ما فيكي من اول ما خلاص بلش وقف رجل تركيه يمشي لحاله بس يمكن لهيك رواد الاولوية دائما زوي الخبرة يعني دائما عندك الشركات او القطاعات الاخرى بتفضل زوي الخبرة مشان هاي المرحلة اللي عم تحكي عنا هي المرحلة التأسيسية للموظف لما اقول انا بدي ثلاثة شهور يعني تقريبا تدريب للموظف من ثلاثة شهور لستة شهور ليندمج في بيئة العمل لهيك دائما في عندك الخيارات للشباب الجداد او الخريجين الجداد بتكون فرصا اقل هلأ في وظائف الخريجين الجداد وفي وظائف الاشخاص الخبرة ولكن حتى الشخص اللي عنده خبرة مثلا بيعطيكي مثال في شخص ايجي عندي مثلا بيعرف هذا الشخص انه نظام اخذ خلينا نقول فرضا سيلفي بيصير بخطوات معينة فهو اتخذ هذه الخطوات بيذانا شو على خبرته السابق لانه بيقول لك كان بشركتي يشتغلك طيب هذا الشخص يوم ايجا فات فما حدا عرفه انه كيف مثلا تتبع الاجراءات تتاخد هاي السيلفي فبن شركة لشركة بتفرق اجراءات العمل طبعا فانا لازم حتى لو كان الشخص عنده خبرة عمله العملية لانه هو قد يختلف نظام العمل من مكان الاخر مثلا بيعطيكي احدى المشاكل اللي صارت معي بشكل شخصي توصفت بالشركة فانا كان نظام الشركة اللي قبله انه بياخد اجازة الموظف ومديره المباشر بيتفعوا على اجازة خالصين ففت على شركة الاجازة بتاخد عدة موافقات مو بس موافقة الموظف ومديره المباشر فانا بشو صار معي انه احد الاشخاص طلبه قلت له ما انه موجود اجازة قال لي بس انا موافقتوا علي اجازة قلت له ما انت مفروض توافق قلت له ما مديره الباشر وافق صارت لعليش انه خبرتي معنوا خبرتي السابقة مهلتني لهالمنصب ولكن اجراءات العمل خلقت عندي لانه انا ما بعرفها صار فيها الصراع بيني وبين الادارة هون خطأ لقيت شهر لانه لما كنت موظف جديد يمكن ما اخد الوظيفة الحقيقية وعرفك على المراحل فهون عم بصير ضعف بالموارد البشرية بعض الشركات انه ما بيمسك بيدل الموظف ببداية الفترة هو مديره المباشر بيعرفه على الشركة وبالتالي بتلاقي كتير الموظفين بتصيبها باول مرحلة بتصيبها احباط بحس حاله ليش نتيجة الضياع اللي هو فيه وبالتالي بعد فترة بيقولك انا ما عاجبني الشغل دي يطلع عرفت كيف حتى الحلوة فيها مسلا احيانا بيصير نتيجة مسلا انا بيجي موظف عندي كتير في الوظيفة الشركة كتير رائع وكتير حلوة وسماعا عنها بعملية الامبوردينج انا ممكن الموظف يكتشف انه اوكي انا هذا الشغل ما بيناسبني ام لما انا مسلا بل شو بعرفه على الشغل طبيعة العمل ممكن الشغل ما ينسبه فهو بيسحب حاله لحاله هون بضمن انا كمان من السلوات اضمن الموظف يتعرف وضمن الموظف يعرف انه هل انا مناسب ولا لا نعم رواد بالخطام كمان يعني اي حدا موظف بيدخل جديد هو رح يعاني حتى او قد ما كان خبرة من انه ما فينا نقول شي للي اكيد اي حدا بيدخل على الشركة جديدة في تجمعات بدي يكون في تجمعات تمام هون خلينا هيكي نعطي بنهاية حديثنا نصائح للموظفين الاساسيين عند استقبالهم اي موظف جديد لحتى يساعدوه لحتى يعرفوه اكتر لحتى يكونوا معه الداعم اذا كانوا شخص مناسب خاصة من فترات الترينيج لانه كتير بصير بيسالوا بيدوجوا منو يمكن الموظفين على اول شي لازم قسم الموارد البشرية عرف الموظفين قبل فترة انه جاي يكون زميل جديد العمل يععمل لهم تعريف بسيط عنو خبرته ومؤهلاته شو هيكون دوره معكن حتى المدير المباشر يحاول نعمل يقول له انه حيكون علاقته معكم بالعمل هيك هيا والناطة اثنين لازم مثلا نحنا ناخد احيانا في طريقة الحلوة انا خطط مع الموظفين كيف حرحب بهذا الموظف هذا الثلاثة كمان لازم اعمل جلسة مع الموظف يحكي له شو ممكن يصير معه مشاكل مثل ما بدأ اذا انت بتشوف مطبع الطريق فانت بتخفف سرعة فهو يماقل له انه مثلا طبيعة العمل او طبيعة الاشخاص بالقسم كيف بده يكونوا فهو يتأهل نفسيا كيف يتعامل معهن بعطيه شوية مصائح كيف يتعامل معهن فقادر هو الشخص يتجاوز هذا المطب بسهولة الموظفين كيف الموظفين بديواعيون انه هاته الشخص جديد فطبيعي كتر اسئلي طبيعي يحكي كتير هل افيني اتجنب انا كي اتش ار اني شو اعمل اذا بدي اكون عن جد احترافي ان انا بدل ما هذا الشخص يسألهم بجلسة او اجتماع مثلا مدته ساعتين ثلاثة يعد المدير يشرح له جميع اجراءات العمل وبالتالي بريح راسه الموظف لا يسأل اذا بدي اتجنب موضوع انه يكون فضولي ولكن اذا انا بدي اشتغل بالطريقة شوية اجتماعية اقولوا ان الموظفين هذا الشخص سيسأل كتير دوركم عن جد تساعدونا نرحب بهذا الموظف هذا فهمهم عن جد شو دوره معهم فيه موظفين بتقول لك هذا الشخص جاي اخذلي منتصبي ففهموا انه هذا الشخص انا عطول مثلا شو بعمل اذا بكون عندي ثلاثة شواغر نفس المبدأ بيجي حدا رابع هادرش بيقولوا لك انه هذا الرابع بدي اخد حدا شغل مننا انا بعرفون انه انتو بعرفون شو الخطة الجاي انه عندكم مسلا ضغط هالقد السنة هي بدي يكون في عنا شغل واحد اتنين ثلاثة فهاي الواحد اتنين ثلاثة انتو كثلاثة اشخاص ما بتحملوا لهيك جبنا الشخص الرابع فاني نفسيا بيتاهلوا انه هادا جاي موما اخد محلنا مبلشو هالعملية المناع عربي من بعض او عملية البراغي كما بقولوا بالعمل يعني احنا متمنى انه اقسام الاتش ار هكي تكون اكتر يمكن حيوية وديناميكية وان شاء الله هيكي مارسو مهامون بالشكل الصحيح لدعم الموظف ولي رياحته ايضا انه يعني ضغط الحياة وضغط الشغل وهدول التفاصيل كلها يعني بتجبر الموظف اغير شي انه متل خليم يقول ليفع ليفع تماما وبالتالي جلح نقدم الرياح نسوا مع بعض شكرا لك رواد نعمة مدرب ادارة الموارد البشرية على وجودك معنا وكمان نرجح تحية لقسم الاتشعر عنا اه اوكي نرجح تحية للاتشعر تحية لهم اكيد تحية لهم اماما